بعد كده يشوفوا بقى ما يوصل كاسعالم وبتاع يعوضوه بمبلغ أكبر وتفر لكن على حد علمي واللي عرفه ان جوة اللجنة المؤقتة هناك بعض الناس منقسمين هقولها لكم منتهى الصراحة دلوقتي بعد أيام قليلة حوالي 8 ايام هيتم فتح باب الترشيح لاتحاد القرى المصري على الرئاسة والنائب والأمين والعضوية عضوية اتحاد القرى في جزء يقولك خلاص باب رادلي عقده انتهى لأن مكتوف العقد لو ما وصلتش لكاس الأمم يعتبر العقد لاغي فيقولك تعالوا نصبر لغاية ما يكون في انتخابات في شهر 8 واحنا كده كده ما فيش عندنا مطشط رسمية غير شهر 3 فنصبر شهر ونص ونعطي الفرصة للي جاي في جزء تاني لأ نتفي مع برادلي نخفض له جزء كبير من مرتبه لو وافق هيقعد خصوصا ان هو ما ينفعش يقعد ياخد 37 ألف يورو غير جهازه الفني غير غير القوتيل غير 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 وهو قاعد شهر 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 شهور بيقبط هو ما فيش حاجة رسمية البعض الآخر بيقولك ما فيش حاجة اسمها كده تمه لو كان صعد كان نفس الشيء برضو هيقعد 9 شهور ما عندوش حاجة رسمية أو كان هيبع عندو حاجة رسمية طبعا اللي هي بطولة أفريقيا لو صعد في شهر واحد أو في آخر 12 فبالتالي إيه اللي هيحصل الله أعلم على حد علمي أبوهالكو هو أبعالنهالكو هي رسميا أن هاني أبو ريدا في المنظر العام كده سيصبح رئيسا لاتحاد القرى المصري لو لم يحدث أي جديد إيه جديد الأستاذ المهندس فايز عريبي اللي هو رئيس نادي طنطا واللي هيرشح نفسه ضد هاني أبو ريدا بيحاول يعني يوقف فكرة وجود هاني أبو ريدا لأنه كان أربع سنين جاء بالتعيين وهناك أربع سنين أخرى بالانتخاب وعايزين يشوفوا في القانون هل التعيين زي الانتخاب؟ ما هو ثمان سنين في النهاية هل التعيين زي الانتخاب؟ ولا الانتخاب حاجة والتعيين حاجة وهنا فكرة وجود هاني أبو ريدا بعد أربع سنين تعيين وأربع سنين انتخاب ولا ثمان سنين انتخاب اللي أنا على حد علمي إن كابتن شوبير بعد محاول كابتن سمير زاهر إنه يجيب كابتن شوبير بالتعيين قيل في ذاك الوقت والمهانس حسن سار إن التعيين زي الانتخاب فالمهانس السيد عريبي بيلعب على الحتة دي إن هاني أبو ريدا لا يترشح من منطلق إنه كان أربع سنوات بالتعيين وأربع سنوات بالانتخاب مهانس حاني أبو ريدا بيقول لا فبقولك لو لم يحدث جديد أنا بأكد لكم إن هاني أبو ريدا هو رئيس اتحاد القرى المصري وأن أحمد شوبير هو نائب رئيس اتحاد القرى المصري وأن هناك شخصيات زي مثلا قرم كردي أحمد مجاهد صحر الهواري بقول لكم شخصياته لابد من وجود سيدة في المجلس وفي شخصيات هتكسب هتكسب فاش هزار الشامي حاجة محمود الشامي فالقائمة محسومة والانتخابات محسومة وكأنها بالتسكية وأنا آسف لأن لن يستطيع أحد مجابهة هذه القائمة ومجابهة الرئيس هاني أبو ريدا في حالة ترشحه وقبول وجوده بفكرة التعيين والانتخاب فاللي جاي على حد علمي أن قائمة المهانس هاني أبو ريدا لن تريد ولا تريد بو برد وأن القائمة آتية ببعض الشخصيات منها كلام على وجود كابتن شوقي غريب كطبعا مديرا فنية لمنتخب مصر هقول لكم مثال أيضا كمان منها أن كابتن أحمد شوبير في كلام سيعين الناقض رياضي الكبير الأستاذ علاء إسماعيل متحدثا إعلاميا ورئيس المركز الإعلامي مكان مثلا كابتن عزمين جاهد في شخصيات كده متفق عليها خلاص وأن هما يجوا في الانتخابات ده اللي هيحدث كرة القدب رايحة لفين أنا بشوف أن بوب ردلي عانى كثيرا وتحمل كثيرا لا وجود لدوري لا وجود لحياة مستقرة في مصر لا وجود لمباريات ودية داخل مصر لا وجود لمباريات بجماهير داخل مصر رغم كده مشي كويس في كاس عالم وكسم موزنبيك وكسم بغينيا هناك ومشواره بقى قوي جدا وعنده فرصة كبيرة جدا هل هتعطوله الفرصة لتكملة مشواره في كاس العالم أم ستعطل فرصة لآخر ليكمل مشوار ناجح لبوب ردلي في كاس العالم لم يوفق في كاس الأمم ليكمل شهكتر و whomي إعجب في كل راضي للفرصة